هتكسب ولاية؟ هكسب إيه؟ ما بقلش السابط أنا وعمر هنلعب تيك بول اللي هي بديه جميلة جداً زي البينج بونج كده أو تيبل تينس بس أو البنج يعني باللغة بتاعتنا بس بالرجل هنلعب ثلاث نقط بيست وثري اللي هيكسب البيست وثري اللي هيكسب مننا اللي هيكسب من الثلاث نقط هيسأل الثاني سؤال صعب جداً أصعب سؤال هان ما تسألي من دلقته خلاص صعب عليها هاي هجم معا بيديه لبس بانتون ترينج على فكرة والقنس بورة ورجليه في الملعب أنا بقيلي سنة مشوفتش الكورة يالله يالله لا رجليه في الملعب على حاجبنينا بخماشة على فكرة نبالح كان بيلعبوا خماشة عندنا ناس يعني مش هزاقول مين ناس كلهم حريب يالله عارفهم يالله عم ايوه يا والد يالله ترى بيست صغيرة واحد صفر لاية لا واحد صفر لاية بست في تريه يالله طبعا انا ابدأ انا الكرة. هايوا. طبعا انا ابدأ انا ما نبدأش دي ابدأ انت دايب. اتنين سفر. اتنين سفر? ايه. طب اسأل بقى. اسأل بقى. يلا انت رميزة صغيرة انا عميزة. من راحة. خلاص كده? خلاص كده الله. انا عم اخر نقطه. طب ماشي. هنوط لك. يلا. ها. قرب. يا ولد. ها. يا اتنين واحد. يلا. رفع. مرحين. يا ولد. اسأل امين يلا او خلي عندك سمزة. خلاص ما انتك سبت. طب خلاص واحدة كمان اخر واحدة. يلا. هكشل على باك ده خلاص. ايوة قرب. خلاص اسأل بقى. طيب. ها. خلاص بقى. خلاص بقى. خلاص ماشي. ماشي. بس اناك سؤال صعب ها. ماشي. بس اناك سؤال صعب ها. ماشي. بس انا فروض عليها. ها. اناك سؤال صعب. بقى انا شغلتي بقى ان انا. لو رجع. لو رجع بك الزمن. ايه الحاجة. ايه الحاجة لو في حاجة واحدة تقدر تغيرها. اه في مسيرتك الكراوية هتغيرها. هتقول هتعمل عكسها. طبعا اه يعني اكتر حاجة اصارت فيه انا في حياتي الكراوية. هو كان اه 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 عدم احترافية بكلمة الدور الانجليزي في موقفي اه معما كان اه يعني كان قرر الدكتور اه اه في عدم عودتي اه بعد مباراة المنتخد مباراة زنبيان. اللي اعمل بعدها كانت نقطة التحول بالنسبة لي كبيرة جدا اه في الدور الانجليزي ومع نادي ويجان. واللي كانت سبب خلاف كبير جدا مع اه. مع سيفروس ورئيس النادي نفسه. فلو رجع بقى الزمنا اكيد اه كنت تاني يوم هسافر. وكان القرار يبقى رجع اه بالجهاز التطبي. هو اللي شوف ان انا اه 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 او اه هلعب او اصابتي حجمها ايه. انا طبعا كنت اعطاها بعد بعد المنتخب اه الناس طبعا اكيد عارتها ان خلاص لازم ترجع النادي وتسلم نفسك للنادي. هو بقى صحي القرار. فلو رجع بقى الزمن. هترجع على طبعا. ارجع طبعا لازم ارجع والتزم بقرار اللي شوفه الجهاز الثاني او الجهاز الطبي. طيب ايه السؤال الصعب اللي انت كنت محضرهلي. اه لو رجع بيك الزمن. لا ما الصعب او يعني. لو انت رجع بيك الزمن اه لالفين وستة في الموقف اللي هو الشهير في اه مبارد السنغير. لو انت ما كانت كابتن حسن وكان اه اي لعيب تاني بيكم اتميده او اطقر حتى من مينو بيكم اتميده. ايه كان قررك انت? انا حصلت فيها حصلت معي قبل كده وحكيت. اه انا طبعا انا انا غلطان لان انا كنت صغير ساعتها عن 23 سنة. لكن انا لو ما كان كابتن حسن كنت هتجاهل الموقف وهعمل نفسي ان انا مش واخد بالي. على قد ما اقدر. ايه اللي بقى لو حصلت مواجهة مباشرة. على فكرة تداخل كابتن حسن في الموقف. وورج الاكبر من هنا كمفروض تتعييني في رأيي. طبعا مسؤولة كبيرة جدا عليها. اه ان هو كان لازم يتجهلني كنت انا على طول حتى لو قمة غضب يتطلع على قط اللبس. لكن لو انا كان كابتن حسن كنت اعامل كده. لكن برضو ما بقى شيلش الغلط من عندي. غلط موجود. تعالي بقى نلعب دارتس. سألها بردوسة. فيها سألها بردوسة. عندك اهم اه ستة امسك. اه قرب شو عمر. لو جبتها اه في الاسود سؤال صعب جدا. بس هامل جامد ها. لا سنع. لو جبتها في الاحمر سؤال متوسط. لو في اللي اخضر انت اللي تسألني. لو في اللي بيض سؤال سهل. كروت معي يعني. جامد. طبش تلعب? اه لا انت لا تلعب بس. هستكشفني بردو? طب لا انا خايف اصخابك ببخل بيقول له او في جبه انا خايف ايجابها فيها. لا لا مش هاجبها فيك الله لا مش هاجبها فيها انا ما عملت الحادسة لك مش علي. ها. ماشي. يلا. تاني جامد يلا. جامد. متخافش. يا ابني جامد. جامد كده. ها. يا ابني اوك. طب بلعب انت كده? ماشي اه. اه. بص دم انت بتقرب اه اه. اه ايو جامد اعمالك. مصحب بعملها مستيجي اهو. اه بص اه. اه. يا ولد ماشي اعمالك دي. الحمرة بقى. ماشي احمر. ايه بس سؤال. ستصنع لبوه ما اتخاف. ماشي. هل فعل يعني ديما دنيت طلب التعاقد معك بعد تقلقك مع وجم? لا اهو ما طلب مش مش للدرجات دي يعني اهو ما طلبش كان تقارير وقتها. تقارير اعلامية. تقارير اعلامية من اه ومن عندهم يعني عندهم من داخل النادي. ان هما كانوا بتمنوا ان الشايفين ده لعب كويس ويتمنوا انه يبقى موجود. وكان الجمهور نفسه اه يعني اقلة منه مش كل الناس. كانت اه شايفة ان انا. لكن لا لا ما بش اي حاجة رسمية. يا كلها كانت تقريب. طيب. جامد يا عمرو. خلاص تريت كده. ماشي. ها. يا ابني بتترميها بالعرض. كده. 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 ها. ايه كده اقرب. يلا. يلا كده. مصحف البتاع دي فاقى مشكلة. مفهاش مشكلة اهو اهو. اهو اهو انا عني مياه بالنيابة عنك. خلاص? ايه. ابيض خلاص. عايز باع؟ عايز باع؟ عايز باع؟ عايز باع؟ عايز باع؟ عشو هتيجي باعه مشكلة. يا ابني انت تترميها باع؟ انت تتعملها كده. طيب ابيض سؤال سهل اهو. ايش? مين اصعب مدافع وجهته في حياتك? صراحة? والجمه. والجمهة اصعب مدافع اه اعمال زكي وجهه في حياته. اصعب من كل ما. اصعب من جون تيري روية فرنة. لا لا باتكلم عن عمستوى مصر طبعا جون تيري. لأ والجمهة طبعا يعني دازم يقول نديلو هاتف اللي والجمهة من اجمل مدافعين في تاريخ مصر. طبعا مصر او افريقه اللي شايفه انه من افضل الناس صراحة اللي عبت في المكان ده. طيب. لكن جون تيري هو من افضل الناس اللي انا فعلا كاسم مقارب الهد كبير طبعا اهو. والجمهة جون تيري اصعب اتنين مدافعين اه واجههم عمر زكي اه في الكارير البتاعه. عمر. كالعادة اصعب بفقرة. هتعطيلي تشكيل منتخب مصر التاريخي. عبر التاريخ. اللي انت عصرتهم بس. ماشي. ماشي. اكتب انت. ولا تكتب انت? لا اكتب انت. ماشي. خلينا افكر انا. ماشي. طبعا اه. احسن حرس مرمو في تاريخ مصر. طبعا اه. بدون ما حد يزعر مننا يا جماعة طبعا لان طبعا نعرف ان الاسئلة دي ممكن. لا 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 لا. لا لا لا. لا خالنا نتعلم جونتال امانة وجهة نظري. اه. الشخصية بحكم التاريخ وبحكم الانجازات. ماشي. اه عصام الحضري. الحضري. اه والجمعة. والجمعة. اه شايف الفترة يعني يعني في الجيل بتاعنا. يعني. شرط الجيل بتاع. الشرط يعني. مش مشهور طبعا. كل اللي انت يا فاقه. شفته. اللي انت شفته. شايف في المكان دوت ممكن حجازي وجهة نظري. حجازي. عشان برضه نربط من دو من ده شوية. ماشي. بكراي. مين عسان بكرايات في مصر? احمد فتح. احمد فتحي. احمد فتحي. اتفل في الجيل بتاعنا. لا مش الجيل بتاعنا. يعني هو جيلين. هو جيلين. احمد فتح نشاف في المكان دوت صراحة يعني. ماشي. مين بتلفت? سيد معوض. سيد معوض. في نص الملح حسن عبد ربو. حسن عبد ربو طبعا. حسن. 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 شاؤي. 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 دول حسن العيوب في تاريخ مصر. اشايفهم. طبعا. اتنين العيوب اكبر جدا. طبعا. اه قدامهم. عشرة. ما مش. ابو تريكا. طبعا ابو تريكا كان العيب. عالمي. طبعا. العيب في المكشوات الكبيرة. طبعا. انا في المكان ده صراحة يعني ايه. لو لو يعني هو اكبرت نحمد حسن. يعني هو اكبرت نحمد حسن من وجهة نظري. اكبرت نحزن في المكان دوت. لك انا شايف ان ابو تريكا طبعا. ماشي. هنا برض تحت بس حربة. صلاح. صلاح. طبعا. لان طبعا بشوف صلاح. في ناس بتحط فرود لوحده. فاهم لأ انا شوف صلاح لما بيكي طبعا بالكرة طبعا. 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 افت كتر جدا. ماشي. هنا. شعر الله الله. في بس كتير. حط كابتن حسن بقى حبيبك. ايه. كابتن حسن شعاتك. نه نهزر. نه. لا حشل حبيبك لان مانده حط الكابتن حسن. ماشي. خلاص حط كابتن حسن طبعا سطورة. سطورة مد الزمالك ومنتخب مصر. راس حربة. مين جد راس حربة في تاريخ مصر. في رأي عمر زاكي. كابتن حسن حسن. طبعا. انا متطفق معي. بقى مسألة الاعلى الصراحة وشلاف خلاف عليك. طبعا كابتن حسن حسن. ده. انت بسة كل اللي طلبوا منه تكتب عمر زاكي بس. نشي. ايه رأيك تكتب عمر زاكي يعني. حبيبك عمر. كابتن مصر. باشكر كورا ستاتس على دايما الاحصائيات اللي بيمدونا بيها وبيساعدونا في كل الارقام اللي انا بنحلل بيها. النهاردة كان ضيفي واحد من اهم المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر. واسف. وعمر نورطني. وشرفطني. طبعا مبسوط جدا ان انا معك اميدو في البرنامج. وابسكو طبعا تعمل قادة النهاردة اللي اكيد تعب معي. لا لا مفيش عاب. وطبعا انا يعني اول ما قالوا لي برنامج طبعا انا متفرق على المراج مرة واثنين وثلاثة. وهو مبسوط جدا بفكرة البرنامج. يعني الفكرة دي. يعني مش موجودة في مصر. بتبسك جدا ان في تطوير حتى في الاعلام الرياضي. في كلمة برنامج زي دوات. اه بيقدموا ميدو. طبعا. انا خرج عبد نورطني. كل الناس اللي جابها. ان دي برضو شايفة مكسب. ان في ناس كتير يا جماعة. اه الناس كان لكا بنفسها تشوف. يعني واحد زي حسن عبدالربو. طبعا. وشواخت حقه. اعلامية. طبعا. وحقه نبقى موجود. طبعا. وصوته وصوته ورأيه موجود جدا ومهم جدا لكل شباب مصر. وللقرة المصرية. واحد زكات من عسام الحضرية. شايفه موجود معاك. طبعا. لأ شايف ان شاء الله النهاردة يعني نجاح للبرنامج. ومبروك للبرنامج وقناة النهار. وان شاء الله دايما مكسب للقرة المصرية بنتخلل صوتك في الاعلام الرياضي. اه بنفس الاتجاه اللي عمر بيقوله. بعلن انضمام عمر زاكي للفريق التحليل الفني اللي قدت اللبس. اه. لان زي ما عمر بيقول الناس دي لازم تقول رأيها. الناس دي لازم نسمع لها. الناس دي. اه النجوم الكبار دول لازم ان احنا نستفيد من التجارب بتاعتهم. والناس دي لو مش موجودين على الساحة وفي الاعلام يبقى اكيد اه في حاجة غلط. عشان كده انا كنت اه مهتم جدا ان لازم ان انا ارجع الناس دي مرة تانية. والنجوم الكبار دول مرة تانية للساحة. عشان نقدر ان احنا نستفيد من كل كلمة اه بيقولوها. عمر في نهاية الحالة بشكرك. هورطني. هشوفك رايب ان شاء الله. اصباح على خير. واشوفكم بكرة على خير.